إذن للوقوف عند تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار المواجهات في مقابل حملات لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال ينضم إلينا عبر سكايد من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني دكتور أيمن حياكم الله يعني الاحتلال ارتكب مزر مجددا وسط قطاع غزة وقام بتعطيل خدمات الاتصالات والإنترنت ولكن في هذا السياق دكتور أيمن من يهيئ الأرضية لكيان الاحتلال لارتكاب مثل هكذا جرائم تهيئ لك أخي الكريم وشكرا على الاستضافة حقيقة الاحتلال هو كيان ضعيف كيان منبوذ كيان أثبت أنه لا يستطيع حتى الوقوف على قدميه من دون الدعم الخارجي ولا سيما من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها نعم وغيرها وهذه الحقيقة يعني هناك حتى داخل الدارة الأمريكية وداخل الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية هناك أصوات الحقيقة يعني تخجل من هذا الدعم المفتوح واللا محدود والدعم الكامل والضوء الأخضر لتنفيذ الاحتلال هذه الجرائم النكراء إبادات جماعية يومية بحق المدنيين العزل هناك يعني تخطي وتجاوز لجميع القوانين والأعراف الدولية هذا هو حقيقة ديدا الاحتلال هذا هو ديدا الكيان الصيوني هو لا يعترف ولا يلتزم بقانون وهذه الحرب الشرسة التي يشنها على قطاع غز منطقة صغيرة بالمساحة لكنها كبيرة إن شاء الله بالأسف فهي يعني تدلل على أنه واليوم واليوم الثلاثون من المعركة نعم وهو يتحدث عن الانتصار ويوهم حتى يعني داعميه ويوهم شعبه أن هناك انتصارات والحقيقة غير ذلك ولو كان منتصرا بشكل يعني ولو بشكل بسيط لفتحها للعالم من دون قطع الاتصالات ومن دون عزل القطاع لكن هو يخفي خسائر الفادحة التي يتكبدها يعني يوميا على أيدي المقاومين الفلسطينيين وكذلك للاستفراد بالمدنيين هو ضعيف أمام المقاومة يعني ينتقم من المدنيين بهذه الهجمات وبهذه المجازر التي حقيقة يعني فاقت كل التصورات لكن مع الأسف الشديد تواطئ غربي وضعف الموقف العربي هو الذي أدى إلى هذا الموضوع وعدم وجود الرادع اليوم الاحتلال يعني حتى من كان يعني يدعي أو يتنطع بمحاربة هذا الاحتلال بدأ للعالم أجمع ما هو حقيقة الموقف الذي يتبناه وكيف يتصرف والتلاعب بالألفاظ والمواقف المتعددة هذه كلها حقيقة يعني سيكتبها التاريخ ومن فوائد عملية طوفان الأقصى هذه من الفوائد ولها فوائد كثيرة كثيرة فهي معركة فاضحة فضحت حقيقة الاحتلال فضحت ضعف الجيش الذي كان يعتبر نفسه من أقوى جيوش العالم فضحت الإمكانات الهزيلة لهذا الجيش والنفسيات التراخل هل فضحت مواقف الدول المطبعة دكتور أيمن؟ هل فضحت هذه الدول التي طبعت مع الاحتلال؟ لا شك لا شك نعم يعني هي فضحت هذا الموقف وفضحت الدول المطبعة وفضحت دول وفضحت حتى من كان يدعي أنه يعني مناهض لهذا الكيان ولا يزال في الإعلام يتلاعب بالألفاظ ويراوق ويعني فقط للدلالة على أنه موجود وبالحقيقة في واقع الحال كلها تصرفات مدروسة وتصرفات لا تؤثر على الاحتلال لا من قريب ولا من بعيد لكن فقط حتى يقال وهذا وقد قيل نعم يعني الحقيقة هذه كلها من الفوائد الكثيرة وإضافة إلى ذلك أن عملية طوفان الأقصى أفشلت مخططات الاحتلال والمطبعين معه والداعميه وأسقطت رهاناتهم وبالتالي لديها فوائد جمة حقيقة وكثيرة فضلا عن أنها تعد الضربة الأكبر لهذا الكيان حتى الآن والتي تسببت له بخسائر يعني لا يمكن تعويضها وأدخلته في حالة من الصدمة والجنون بحيث الجميع اليوم في العالم يتحدث بمنطق آخر تجاه هذا الكيان لأنه يعني انفضح أمام العالم كان يدعي الجيش أنه يعني أكثر الجيوش أخلاقية ويسمي نفسه جيش الدفاع وهو ليس بذلك هو جيش هجومي جيش انتقامي جيش جبان جيش يعني أظهر أنه يعني لا ليس له أي أخلاق ليست له أخلاق وعديم الضمير ولا يمكن أصلا أن يمت للأخلاق بصلة وهذا ما نراه يوميا بشكل يعني حقيقة أن الأحداث ساعة بساعة يعني ليس يوميا حتى بالساعة طيب دكتور أصبحت الهجمات نعم لو فتحنا نافذة ردود الأفعال بمشاركة هيئة علماء المسلمين في العراق المؤسسات العلمائية والعلماء تدعو إلى مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني ولكن ما أثر هذه الدعوات في ظل معركة الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني أخي الكريم هي المقاطعة أحدى وسائل الجهاد نعم أولا وهي حقيقة وسيلة تجمع بين الجهاد السلمي والجهاد المسلح هذا بالشكل العام لكن بشكل خاص المقاطعة حقيقة ترسل رسائل بوجهات متعددة وهذه الرسائل مهمة جدا نعتبر أنه يجتمع المسلمون على أمر معين هذا الاجتماع له صدى كبير حقيقة في الداخل والخارج يزاد على ذلك هي تبث روح الوحدة بين الأمة يعني تعلم جنابك كالجسد الواحد وهذا يعني يعطي رسالة إلى الداخل في فلسطين أن الأمة كل الأمة معهم الشعوب العربية والإسلامية كل هذه الشعوب حقيقة يعني لا أبالغ إذا أقول حتى من غير المسلمين العرب غير المسلمين بادروا إلى المقاطعة لأنهم يعني يشاركون الكثير من المشتركات بيننا فهذا يعني إضافة إلى أنها تكبد خسائر كبيرة للشركات الداعمة للاحتلال وأثبتت الأرقام ذلك حقيقة بمدة قصيرة مئات الملايين من الدولارات هذا طبعا تبعث رسالة أيضا ردع نعم لمن يفكر في أن يقدم على أمر يغضب المسلمين فهذا يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا الأمر لأنه يعني تنتظره المقاطعة والحرب الاقتصادية جنابك يعني أقوى بكثير حقيقة هذه الأيام من الحرب التقليدية لأنها تتضمن يعني مستويات وحقول كثيرة تؤثر بشكل مباشر نعم فضلا عن أنها طبعا تشجع أيضا على الانتاج الانتاج المحلي يعني نشطة الانتاج المحلي ويعني تعلم جنابك ويعلم المشاهدون أن مع الأسف الأمة العربية يعني هي أمة مستهلكة نعم وليست يعني منتجة نعم طيب دكتور فالمصيبة يعني الأكبر عندما تكون مستهلكة لمنتج ينتجه العدو نعم طيب دكتور ورحب باسمكم من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني طارق عكاوي أستاذ طارق حياكم الله مرحبا بكم يعني كما تستمعون إلى الأخبار المتواترة من قطاع غزة قتل وجرح بالعشرات بمجزرة نفذها الاحتلال من خلال مئة غارة على غزة ولكن السؤال المطروح دائما لماذا وطيرة المجازر تتصاعد بعد زيارة المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين إلى قطاع غزة ما سبب في ذلك أستاذ طارق لو سمحت بس الصوت كان شوي ضعيف من طرفك طيب هل صوت يصل الآن أستاذ طارق يصل بس لو يكون أعلى شوي طيب يعني كما تعرفون قتل وجرح بالعشرات من خلال مئة غارة نفذها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ولكن وطيرة المجازر تتصاعد عندما يقوم المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بزيارتهم إلى الكيان المحتل ما السبب في ذلك أستاذ طارق أعتقد أنه تصاعد العمليات القتل والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا المدنيين في غزة نتيجة أمرين الأمر الأول هو كما تفضلت الدعم المطلق الذي حصلت عليه الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأمريكية بشكل رئيسي ومن أغلب الدول الأوروبية والأمر الثاني هو الإخفاق الميداني للقيادة العسكرية وللجيش الإسرائيلي فمع كل إخفاق في الميدان ينتقم الجيش الإسرائيلي من المدنيين ويحاول أن يفرض على قوى المقاومة الاستسلام والانسحاب والتراجع وبالتالي هذه عملية كر وفر بين قوى المقاومة والاحتلال الإسرائيلي ولكن للأسف نرى مع كل إخفاق له ومع كل تراجع ومع كل ضربات موجعة تسددها له المقاومة يقوم بالانتقام من المدنيين وبالأمس القريب وجدناه يعني ينتقم من سيارات الإسعاف حتى من الجرحة المكفول حمايتهم حسب كل المواثيق والأعراف الدولية يقوم الاحتلال وبشكل علني وسافر بقصف سيارات الإسعاف وعلى ثلاثة مراحل يعني قصفهم عند وصولهم إلى معبر رفح وقصفهم عند عودتهم في وسط الطريق وقصفهم بعد عودتهم إلى مستشفى الشفاء دكتور أيمن فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي استهداف الاحتلال مولدات كهربائية وأيضا محطات المياه وأنه يجعم ويدعي أقصد بذلك الاحتلال أنه لا يستهدف المدنيين بينما القصف يمس الحياة بشكل مباشر كما تعرفون حتى المستشفيات لم تسلم من القصف الوحشي الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي ألا يمثل ذلك جريمة في القانون الدولي الإنساني دكتور أيمن أخي هذه جريمة على الصعد على الصعد كافة حقيقة هذه الغطرسة وعدم الاكتراف بالقوانين والأعراف هذا حقيقة في هذه المرة هو على طول الخط لديه سجل حقيقة الكيان الصهيوني سجل حافل بالانتهاكات والجرائم لكن هذه المرة هو يعني يصرخ بجنون ويتصرف بعدم دراية وخارج إطاق المعقول حقيقة في أمور وهي كما ذكرت هو السبب أنه معملية الطوفان الأقصى تسببت له بخسائر يعني عميقة بالصميم ولا يمكن تعويضها لذلك هو لا يزال في حالة من الهيجان وحالة من عدم الاستقرار العقلي وهو كذلك دائما طبعا لكن بالنتيجة هذه المرة هي الأقصى هي الأكثر ويقابلها حقيقة تواطع غربي وأمريكي وضوء أخضر ودعم كامل وما يسمى بالبدعة القانونية التي جاءونا بها هي الدفاع حق الدفاع عن النفس بأي حال من الأحوال الذي يركب الدبابة والذي يمتلك الطائرات والذي يمتلك هذه الترسانة العسكرية الحديثة والمتطورة والفتاكة أي بأي حال من الأحوال لديه حق الدفاع أمام مدنيين عزل أو مقاومين يدافعون عن أرضهم وعن شعبهم وعن تاريخهم وعن دينهم هذا كله حقيقة يعني أمور تظهر ازدواجية المعايير وتظهر هذا النظام العالمي المسخ حقيقة بقيادة أمريكا أمريكا نعم فهي بالنتيجة لدينا مشكلة أخلاقية كبيرة نعم وحتى من داخل الإدارة الأمريكية اليوم يقول بعض بعض مساعدي بايدن يقولون أننا يعني بصدد هجوم غير أخلاقي على الفلسطينيين نعم هي تخوض دكتور أيمن هي تخوض حربا قدرة بحسب المراقبين السياسيين وأيضا العسكريين انتقل في هذه النقطة إلى الأستاذ طارق أستاذ طارق لو تحدثنا بمنطقة الربح والخسارة شهر كامل على استمرار القصف الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة ولكن كيف ترى نتائج العملية بميزان الربح والخسارة من الناحيتين العسكرية والسياسية يا أخي الكريم كما تفضلت أنت وضيفك الكريم حجم الخسارة عند العدو الإسرائيلي كبير جدا بالبعد الاستراتيجي هناك بعض الاستراتيجين الإسرائيليين الذين قالوا نحن نخوض حرب الاستقلال الثانية لأن ما حصل في سبعة الشرين في معركة طوفان الأقصى خلط كل الأوراق على المستوى الاستراتيجي والسياسي عند الحكومة الإسرائيلية وعند الشعب الإسرائيلي الذي ظن أن أرض فلسطين هي أرض المعاد له وهو مستمر فيها وباق فيها وبالتالي قد انتهى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وانتهى الصراع الإسرائيلي العربي وبدأ مرحلة جديدة من التطبيع مع أغلب الدول العربية ورأينا الاتفاقات الإبراهيمية وما إلا ذلك فهو ظن أن القضية الفلسطينية تم التسويتها وتم الانتهاء منها وهناك مجموعة من الفلسطينيين الذين لا يزالوا يعيشون ضمن حدود الدولة الإسرائيلية بين قوسين وبالتالي في أي فرصة قادمة سيتم عمل الترانسفير لهؤلاء الناس وتصبح الأرض كاملة هي المجال الحيوي وهي مجال الدولة الإسرائيلية عملية طوفان الأقصى أعادت خلط الأوراق وأعادت للقضية الفلسطينية اعتبارها فأصبحت القضية الأولى على كل وسائل الإعلام أثبتت أن انسداد الأفق السياسي وتراجع الدور الدولي في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم على مدى أكثر من 30 عاما منذ انطلاق عملية السلام في مدريد إلى اليوم لم يتم حل هذا الأمر وقد احتفلنا حتى بالأيام القليلة الماضية بذكرى 30 سنة على توقيع اتفاقية أسلوم التي لم تجلب للفلسطينيين سوى الدمار لقد كان الاستيطان على سبيل المثال الاستيطان الإسرائيلي في مناطق الضفة قبل أوسلو عبارة عن 100 ألف شخص موجودين في القدس الشرقية وفي باقي مناطق الضفة أما اليوم فنحن نتكلم عن 700 ألف فلسطيني أي أن الإسرائيلي يقدم الأراضي يوما بعد يوم وهو يعتدي على المقدسات ويقسم ها زمانيا ومكانيا ورأينا كيف أن هناك أصبح تقسيم مكاني وزماني في المسجد الأقصى وهو يشعر أنه كلما تقدمت الأيام هو يعني يقدم ما يستطيع من هذه القضية وبالتالي وضعها في طي النسيان على المستوى الإقليم والمستوى الدولي جاءت هذه العملية لتقول له أن كل هذا التخطيط وكل هذا العمل الذي قمت به على مدى العقود الماضية انتهى ويجب أن نفتح صفحة جديدة تعيد التأكيد على حق الفلسطيني في البقاء بأرضه تعيد التأكيد على أنه يجب أن يحصل الفلسطيني على حقه سواء كان ابن غزة أو الضفة أو اللاجئين أو ما إلى ذلك لأننا نعرف أصلا أن بحدود ستين إلى سبعين بالمئة أصلا من أهل الغزة الموجودون في قطاع غزة هم من اللاجئين الذين أتوا من عسقلان والرمل وما إلى ذلك وبالتالي هؤلاء الأشخاص لا زالوا يتمسكون بحقهم في العودة إلى قراءهم الأصلية فعلى البعد الاستراتيجي لا أنا أرى أننا حققنا مكاسب كبيرة وضخمة بالبعد العسكري أثبتت المقاومة أنها قادرة بأدواتها البسيطة بوسائلها البسيطة أن تقارع وتقاوم العدو الإسرائيلي الذي يمتلك أحدث الترسان العسكرية سواء كانت من تصنيعه أو بالتصنيع المشترك بينه وبين الإدارة الأمريكية أو حتى بما تلقى من مساعدات من الإدارة الأمريكية على مدى الفترات الماضية أثبت هؤلاء الرجال الذين يتسلحون بالإيمان والصبر والعزيمة وهم أصحاب الأرض المتشبثون بها أنهم يستطيعوا مقاومة هذا الاحتلال وتكبيده خسائر لا بأس بها على المستوى الفلسطيني بالبعد السياسي لا أعتقد أنه هناك خسارة بالعكس هناك مكسب لأن ما تحققه ما حققته المقاومة هو مكسب لأهل غزة ومكسب لأهل الضفة ومكسب لأهل 48 ولكل فلسطيني ولكل عربي ولكل حر يعني هناك مكسب سياسي في موضوع إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أما بالبعد المدني هنا حقيقة المشكلة نحن نتكبت خسائر كبيرة وضخمة في البعد المدني في البعد الإنساني وهذا نتيجة غياب القيم الأخلاقية عند العدو الإسرائيلي الذي نقاتله أستاذ طارق نفيذ الوقت لا توجد قيم ولا مبادئ ولا اعتراف بالمواثيق الدولية يمارس هو الطريقة العنجهية والبربرية يشكرك شكرا جزيلا ومن ضمن عفوا ومن ضمن الكلام الذي تفضل به ضيفك يعني بدعة الدفاع عن النفس الكل يعرف وفقا للقانون الدولي لا يوجد لا يوجد مصطلح اسمه الدفاع عن النفس بين المحتل والمقاوم الدفاع عن النفس يكون بين دولتين بين متخاصمين أما عندما يكون هناك محتل فهناك مقاومة ولا يوجد شيء اسمه الدفاع عن النفس كان معنا عبر سكاي في البانوراما من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني وأيضا من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني طارق عكاوي شكرا جزيلا لكما